موسيقى الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين نلتقي في هذه الليلة المباركة لنتحدث عن أمر يهم كل صائم وكل مسلم في شهر رمضان وفي غيره وهذا الأمر هو التسويف في العمل فالتسويف يقتل الأعمال ويجعل المسلم مشتة ولا يقوم بأي عمل ينفعه ولذلك على المسلم أن يدرك أنه في هذه الدنيا له وقت محدود وأنه سيلاق الله سبحانه وتعالى ويحاسبه على ما فرط في هذه الدنيا فلذلك نجد النبي صلى الله عليه وسلم يوص بن عمر فيقول له كن في الدنيا كأنك غريب أو عابر سبيل وكان بن عمر يقول إذا أصبحت فلا تنتظر المساء وإذا أمسيت فلا تنتظر الصباح إذا أخي المسلم إذا أصبحت فلا تنتظر المساء وإذا أمسيت فلا تنتظر الصباح بل عليك بالعمل دائما وأبدا والتسويف هو الذي يقتل صيامك ويقتل قيامك ويقتل القرآن فحينئذ إذا سوفت سوف أختم القرآن فلن تختمه إن قلت سوف أقوم الليل فلن تقوم إن قلت سوف أصوم لن تصوم ولكن عليك أن تكون ذا عزيمة قوية ذا حزم وقوة وإرادة فعلينا أخي المسلم أن نترك التسويف وأن نأخذ النفس بالحزم والعزيمة ولا أن تتعب النفس اليوم لتستريح غدا خير لها من أن تستريح اليوم وتتعب غدا وبعد ذلك في ذلك اليوم الرهيب لا تكن ممن يقولون كما أخبر الله سبحانه وتعالى أن تقول نفس يا حسرة على ما فردت في جنب الله وإن كنت لمن الساخرين ثم أخي الكريم تذكير النفس دوما بأن التسويف عجز وضعف وخور وليس من سمات المسلم العجز والضعف والخور بل إن الإنسان إن كان معتزا بإنسانيته فإنه يأبى عليها هذه الأوصاف وإن مثل هذا التذكير إن كان صادقا وجبلت عليه النفس فإنه سيقودها حتما إلى التشمير والجد والعمل والمسارعة بترك المحظور والمكروه وفعل المأمور به والمحبوب ورضي الله عن سيدنا عمر رضي الله عنه حين قال من القوة ألا تؤخر عمل اليوم إلى الغد ثم علينا أن نأخذ في بيوتنا بالحزم والعزيمة وخصوصا في هذه الأيام وخصوصا في زماننا حيث كثرت المسلسلات والأفلام والبرامج الهابطة وغيرها وخصوصا يبثونها في شهر رمضان فعلينا أن نأخذ على عيالنا على أولادنا نسائنا بناتنا بالحزم والعزيمة وأن نوجههم في هذا الشهر المبارك إلى أن هذا الشهر هو شهر صيام وقيام وقرآن وطاعة وغير ذلك من أمور الخير شهر البر والإحسان وصلة الرحم لا شهر المسلسلات وشهر الأفلام وشهر البرامج الهابطة وغيرها ثم علينا أن ننسلخ من صحبة الكسالة والمسوفين ولا نرتمي بأحضانهم بل علينا أن نصاحب الأخيار الذين يقومون الليل ويصومون النهار ويقرؤون القرآن ويبرون بآبائهم فعلينا إذن أخي المسلم أن نغتنم اغتنم هذه الأيام بالخير وعلينا أخي المسلم أن نحترز من المعاصي والسيئات فلا يقع في قلوبنا أننا سنلحق بالعبادة وأننا سنستطيع أن نختم القرآن وأننا سوف وسوف نختم ونسوف ونسوف سوف أقوم الليل سوف أصوم النهار ولا أغتب أحدا سوف أقرأ القرآن سأختم القرآن في هذا الشهر المبارك ثم يوما بعد يوم تسول لك نفسك ستلحق إنك ستلحق وهكذا تسوف لك النفس ثم بعد ذلك فإذا بالشهر الكريم ينتهي وأنت لم تختم القرآن ولم تقم الليل ولم تصالح من خاصمته ولم تبر أبويك ولم تكن إنسانا جيدا في عائلتك ولم تنهى أولادك والعائلة عن التلفاز وعن المسلسلات الهابطة وغيرها لماذا؟ لأنك سوفت سوف أعلم أولادي سوف أقرأ القرآن سوف أقوم الليل سوف لا أغتاب أحدا وهكذا سوف وسوف سوف أتصدق فإذا بالشهر الكريم أياما معدودة وتنتهي بسرعة وكلنا في نهاية رمضان نقول سبحان الله كيف مرت هذه الأيام مرت كأنها يوم واحد فإذا إخوتي في الله علينا أن لا نسوف وكما جاء في الأثر هلك المسوفون فلا نريد أن نهلك في هذا الشهر الكريم بل نريد أن نزداد من الطاعات نريد أن نختم القرآن نريد أن نقوم الليل في العام الماضي قمنا ثماني ركعات في هذا العام لنقوم عشرين لنقوم ثلاثين لنقوم الليلة كله كما كان السلف الصالح يقومون الليلة كله ويصومون النهار صياما حقيقيا بلا غيبة ولا نميمة ولا تجاوز على الناس فيا أحبابي في الله علينا أن نتق الله في أنفسنا وفي عوائلنا وعلينا أن نترك التسويف فإن التسويف مهلكة لنا ونريد أن نصوم صياما صحيحا صادقا لوجه الله تعالى لنقف غدا بين يدي الله تعالى والصوم كما قال ربنا الصوم لي وأنا أجزبه لنجزى على صيامنا كل خير عند الله سبحانه وتعالى نسأل الله لنا ولكم التوفيق في صيامنا وقيامنا وأن نترك التسويف إنه قريب مجيب الدعاء والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته اشتركوا في القناة